مرحبا بكم في قناة تحفة يوب حول موقف الجزائر والإمارات من طريقة التعامل مع الضغوط الوجبة وتحركات دولية لمسار وقف الأحداث نهائيا الجزائر تتبنى موقفا قوي لضغط دولي يفرض حلا فوريا عاجلا لفرض السلم أما الإمارات راحت وأغدبت الجزائر بخرجتها المفجئة في هذا المؤتمر الضخم الذي رفض حضوره الرئيس بون بسبب حضور وفد من الطرف الآخر وطبعا دعوة الإمارات للجزائر من المستحيل أن يحضرها الرئيس بون فعل حتى لو ستطبقت مواقف بن زايد وعدلها لستطبق مع مواقف الجزائر بالنظر لكون الرئيس بون مانع على نفسه وعلى كل مسؤولين حضور أي اجتماع فيه يحضر فيه الطرف الآخر الذي ندعهم بن زايد للحضور كما أن هناك عدة دول قررت مقطعات قمة الإمارات وغاب العديد من قادة الدول لهذا حسب المراقبين الرئيس بون حسم أمر المشاركة في القمة داخل الإمارات وحتى كل مسؤولين الجزائرية الآخرين لن يحضروا ويقاطعوا أيضا القمة وكان أصلا الرئيس بون وعطاف غابوا عن العديد من القمم العربية أخرها التي كانت في مصر والسعودية عندما رفض الرئيس بون المشاركة وقطع كل القمم مفضلا تحرك دبلوماسية الجزائرية منفردة لإقناع أبرز دول فاعلة وعلى رأسها أمريكا لتغيير موقفها ولو قليلا نحو مصارح النهائي ودائم وتأجيل به بدل القمم الفارغة الكثيرة سواء العربية أو الدولية التي لم تغير شيئا في المعادلة ومصار الأحداث رغم هذه المدة طاولة جدا الإمارات تتراجع بعد ضغط تحركات الوزير الأول لندير العرباوي وبنزايد يحاول تهديئها وهذا ما حدث في أول خرجة رسمية منذ توطر العلاقات بشكل غير مسبوك فما هي شروط عرباوي وهل يقبلها ويخدع أمامها بنزايد بداية الوزير الأول لندير العرباوي ومع تحركته الأخيرة والتي بشرها بقوة فورة عينه عادت بالنساء الجدم الموسى ومؤشرات إيجابية أخدع بها من حاولوا التشويش على الجزائر حاليا مع الإمارات التي ظلت العلاقات شبه مقطوعة معها لأشهر طويلة بسبب ما كشفته جهات مسؤولة في الجزائر وصحف رسمية ووطنية عن مخططات وصفتها بالتأمرية من مسؤول الإمارات ضد الجزائر ومحاولة ضرب مصالحها وإشعال منطقة وقلبها ضد الجزائر الآن مع تحركة الوزير الأول العرباوي الذي لا يجامل وبشخصية وموقف قوي ضد كل من يعادي الجزائر أو من يحاولون ضرب مصالحها بالشخصية الأخيرة القوية التي سكانت تنقص من يقول الحكومة لمواجهة كل هذه التشويشات من أي دولة أجنبية وبدأ الآن جليا بدأ شبه خضوع من الإمارات التي لجأت ولو متأخرة الآن لسلطة في جو العلاقة مع الوزير الأول ندر العرباوي عبر تهنئته الآن ولو متأخيرين بمنصبه الجليل في الوزارة أين وجه رئيس الإمارات محمد بن زايد نائبه الشيخ منصور لتهنئة ندر العرباوي بمنصبه في الحكومة الجزائرية وإعرابه عن رغبته ورغبة بلاده في العفل وتنسق معه متبنيا للجزائر وشعبها المزيد من التقدم والرخاء تحت قيادته الحكيمة أين أثناء نظام الإماراتي على القيادة الجزائرية برئاسة عبد المجيز بون ووزارة العرباوي واصفا إياهم بالقيادة الحكيمة وتصريحات معسولة من الإمارات لتخفيف حدة التوتر حسب خبرها جراء الغضب المتزايد والحاد من المسؤولين الجزائريين على المسؤولين الإماراتيين بسبب الأحدث الأخيرة بين البلدين ومخاططات بن زايد التي كشفت على الصحافة الوطنية وحتى مسؤولين كما أن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد أرسل الآن التحية للوزير الأول جديد ورل الرئيس سبون والشعب ككل وهي بديرة قد يكون النظام الإماراتي يريد فتح صفحة جديدة مع الجزائر لإصلاح بعض التجاوزات التي قاموا بها مؤخرا والتي تخططوا الخطوط حمراء هذا ولعرباوي كفاءة حسب خبراء وشخصية قوية ستجعله يقود المرحلة المقبلة بكفاءة عالية وسعنت الرئيس سبون به في هذا التوقيت خير دليل ووصفه برجل مرحلة بعد كل الفشل من الرؤساء الحكومات السابقة منذ تولي تبون لرئاسه كان منحهم التقاه ولم يقوموا بالواجف على أجمل وجه أما حاليا الرئيس سبون يعول على العرباوي كثيرا ويتق فيه لقيالة المرحلة بكفاءة الجزائر ترفض وتفجأ السعودية ورئيس سبون يفجأ بن سلمان بالإنسحة فورا ودول عربية تسير مرأة موقف الجزائر وخطة بدلة مميزة للوصول إلى حل فعلي فلا لقاء مع بن سلمان إلا بالاعتراف بهذه الخطوة بداية الجزائر وبعد الحديث مؤخرا عن انسحابها من مبادرة سلام العربية بعد أن أثبتت هذه المبادرة فشلها وعدا فائدتها والتي كانت أطلقت في السعودية وذلك منذ سنة 2002 في الجامعة العربية بمقصرح سعودي وليومنا هذا لم تأتي بأي نتيجة وتأكدت الجزائر أنه لجدوى منها بالرغم أنها ظلت مرفوضة ومطروحة بشعار أسسه الأرض مقابل سلام ومع الأحدث الأخيرة حاليا الجزائر تستعد للإنسحاب كليا منها واستبدالها بشكل مستعجل بمبادرة قوية وجدة تحفظ الحقوق والواقع لفرد السلم وليس بمبدأ المبادرات على الورق فقط وقالت ذات المصادر أن اللقاء بين بن سلمان والرئيس عبد المجيد تبون لن يكون إلا مع اتضاح والاجتماع على موقف مواحد من الجميع فالعلاقات المميزة بين الجزائر والسعودية هي من ستسهل أي مبادرة جديدة وتجعل بن سلمان يسير لقبول أمر الواقع وأخذ مصار الجزائر المفاجئ هو أن دول عربية أخرى عديدة تريد سير وراء قرار الجزائر أولها تونس حسبت المصادر بالتنسيق مع الرئيس عبد المجيد تبون بعد اقتناع الجزائر وعدة دول عربية أن الطرف الآخر يتهرب وغير موافق وغير مقتنع تماما بتلك المبادرة ولا حل الدولتين لهذا وجب الانسحاب من المبادرة ووضعت مبادرة بشروط جديدة وجدة والضغط لفرطها وتنفيذها لفرط وضمان السلام والتقدم بخطوات عملية بتأكيد كبير وحشد من دول العالم حتى يتم وضع حد لهذا الوضع المستمر ولإيقاف الأحداث ووضع حل نهائي وقالت ذات المصادر أن الدول العربية ستقوم بانسحاب جماع من المبادرة ولإعادتها أمام العالم أجمع بمخراجات وصيغة جديدة أقوى ينتظر أن تكون الجزائر وقطر وتركيا وتونس حسبهم بالتنسيق مشترك حتى مع كل دول العربية الأخرى عبر قمة لمجال فيها لأي مراوغات ولا تشويشات لأن المبادرة الأخيرة والقمم والاجتماعات العربية تحولت لمسرحيات استعراضية بهلوانية لم تؤثر شيئا في أر الواقع وينتظر أن تقبل السعودية موقف الجزائر بالانسحاب ودروري هي أيضا أن تلغيها لأنها مبادرة حكمة لها الزمن بالفشل وشاهدت بفوف وتوحيد البيانات إذا ما أردت الدول العربية بالفعل إنجاح أي مبادرة سلام أخرى وتقنع العالم بها مع العلم أن الجزائر وقطر اعترضت بشدة على القمم الأخيرة وأكدت أنها غير مناسبة وفشلها كأنه متعمد من بعض الدول لتشتد المواقف لهذا هناك تفاؤل حاليا من أخذ الدروس والعبارة للخروج بحل نهائي مع هذه الجهور الجبارة والكبيرة التي تقوم بها الجزائر بدبلوماسيتها الإمارات تتراجع بعد ضغط تحركات الوزير الأول ندير العربوي وبنزايد يحاول تهديئه وهذا ما حدث في أول خرجة رسمية منذ توطر العلاقات بشكل غير مسبوك فما هي شروط عربوي وهل يقبلها ويخدع أمامها بنزايد بداية الوزير الأول ندير العربوي ومع تحركته الأخيرة والتي بشرها بقوة فورة عينه عادت بنساء جدم الموسى ومؤشرات إيجابية أخدع بها من حاولوا التشويش على الجزائر حاليا مع الإمارات التي ظلت العلاقات شبه مقطوعة معها لأشهر طويلة بسبب ما كشفته جهات مسؤولة في الجزائر وصحف رسمية ووطنية عن مخططات وصفتها بتأمرية من مسؤول الإمارات